تقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة عصر اليوم الجمعة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائبي حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائبي حاكم الشارقة التعزية والمواساة في وفاة المغفور له بذن الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجلي صاحب السمو حاكم الشرقة من الشيخ محمد بن حمدان الانهيان وشيخ طالب بن صقر القاسمي والأمير طلال بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية والدكتور فاروق محمود حمادة المساشر الديني بديوان ولي عهد أبو ظبي ومن كل رجالات الدولة وعيان البلاد والسفراء وعضاء السلك الدبلوماسي وشيخ القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية وعرب الجميع عن خلص تعازيهم ومواساتهم بهذا المصاب الجلل سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفاقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشرقة وأسرته وعموم آل القواسم الكرام جميل الصبر وحسن العزاء تقبل التعازي إلى جانب سموه الشيخ عبد الله بن محمد الثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم وشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية وشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك وشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلامة وشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ عبد الرحمن بن سالم القاسمي والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية والشيخ فيصل بن خالد بن خالد القاسمي والشيخ طارق بن فيصل القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة وعدد من الشيوخ والمسؤولين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر